اشتركوا في القناة قرر عمدة بلدية طورينو يوم السبت 7 ماي إغلاق جميع المدارس سواء الحكومية منها أو الشبيهة بالحكومية أو مدارس الطفولة ومدارس التعليم الابتداء والتانوي بجميع مستوياتها في مدينة طورينو ونص القرار المتوفر على الPDF متواجد على الصفحة الرئيسية لموقع البلدية تعود من جديد يوم الأحد الثامن ماي ولمدة عشر أحد متتالية في بياتسا ديلا ريب بوبليكا ساحة الجمهورية ببورتا بالاتسو وفي دورتها السادسة في الساحة نتعلم وتخص كما جرت العادة تلقي دروس في الإيطالية والعربية والصينية والرومانية إلى جانب ورشات العمل والمناقشات وزيارات للمتاحف وركوب الدراجات وذلك من العاشرة والنصف إلى الواحدة والمشاركة مجانية وللجميع ستحتفل مدينة طورينو من الجمعة السادس ماي إلى الأحد الثامن ماي بالتجمع الوطني لجنود الألب حيث فاز الطورينو هذه السنة باختيارها لاحتضان مراسيم الاحتفال في دورتها الرابعة والثمانين ويفترض أن يشارك في هذا الحدث ما يزيد عن 450 ألف شخص حيث سيبدأ الحفل يوم الجمعة في ساحة كارينيانو مع وصول مواكب الاحتفالات إلى بياتسا كاستيلو البرنامج الكامل على مدى الأيام الثلاثة المخصصة للحدث على الموقع الرسمي المخصص لأصحاب الريش السوداء ونذكر مشاهدين الكرام أنه ينبغي زيارات صفحات الجي تي تي للتعرف على التغييرات التي ستطرع على وسائل النقل خصوصا أيام السبت والأحد لمزيد من المعلومات عن الحدث يمكن الاتصال على الرقم 011-8198-594 ينظم المركز المتعدد التقافات بطورينو بكرسطارنطو 160 دورة في اللغة الإيطالية تتكون من 20 لقاء لمدة 3 ساعات وذلك أيام الثلاثة الأربعاء والخميس من الساعة التاسعة والنصف إلى الثاني عشر والنصف زوالا من السابع يونيو إلى العشرين يوليوز وينتهي التشجيل في الدورة يوم الجمعة عشرين مايي 2011 والدورة مخصصة للأجانب الراغبين في تحسين اللغة وينبغي تذكير الراغبين في الاستفادة من الدورة الحضور للمركز من أجل اجتياز امتحان في اللغة الإيطالية لتنظيم المشاركين في أقسام حسب مستواياتهم سيقام من يوم الثالث عشر إلى الخامسة عشر ماي في مدينة طورينو لستودانت برفورمينج فاستيفال وهو مهرجان يقدم فضاء لإبداع الشباب ثلاثة أيام من العروض والحفلات الموسيقية والمسرحيات وورشات العمل كل هذه الأحداث سوف تجري في متحف العلوم الطبيعية مزايدا للشانس ناتورالي بالقرب من بيتسالي فالدفوزي سوف تكون هناك حفلات موسيقية وغيرها وذلك اتداءا من يوم أمس يمكنكم التسجيل عبر الإنترنت على الموقع التالي على الشاشة وبهذا تنتهي النشرة شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء